بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد أحباب مع الدرس الرابع عشر من مدة الدراسات الإسلامية للصف الخامس لابتدائي عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هل نبينا صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الناس كلهم؟ نعم ما الدليل على ذلك؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا نعم والدليل قل يا أيها الناس أو قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا هذا هو الدليل وليس إلى الناس فقط بل إلى الإنس والجن إلى الإنس والجن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الإنس والجن عموم رسالة أرسل الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الصقالين الإنس والجن والدليل على بعثه إلى الناس جميعا قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا والدليل على بعثه إلى الجن قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصطوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين بيّن الأداب التي لزمها الجن حينما استمعوا إلى كلام الله عزّى الأداب كما جاءت في الآية فلما حضروه قالوا أنصطوا أنصطوا للكرآن الكريم واستمعوا له ذهبوا إلى قومهم منذرين بالقرآن الكريم بعد الانتهاء من سماعه ودخولهم في الإسلام دخولهم في الإسلام آمنوا به وولوا إلى قومهم منذرين ذهبوا إلى قومهم منذرين بالقرآن الكريم بعد الانتهاء من سماعه ودخولهم في الإسلام فهم أنصطوا وأسلموا ودعوا بهذا القرآن الواجب على الإنس والجن تجاه عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ترك ما سواه من الأديان الباطلة والمنسوخة طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه الإيمان بالنبي اتباع دين الإسلام ترك ما سواه من الأديان الباطلة طاعته فيما أمر ونهى والدليل قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي الأول حاجة نصرت بالرعب مسيرة شهر أي بالخوف يقذف في قلوب أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يعني صلي في أي مكان طاهر من الأرض ليس شرطا أن تصلي في المسجد ثالثا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم يعني إذا انتصر على قوم يأخذ غنائمهم يعني يأخذ ما سلبه منهم أو ما أخذوه منهم بعد أن فروا هذا كان عادة الناس في الحروب قد يمنزل الآن الأسرة والغنائم والأشياء التي تحدث في الحروب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس كافة هذه التي نكتبها في النقاط وأعطيت الشفاعة الخامسة استخرج من الحديث السابق استخرج من الحديث السابق ما يدل على عموم رسالته النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثته إلى الناس كافة وممكن نأخذ الحتة دي كده من أول وبعثته إلى الناس كافة هذا دليل على عموم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته إلى الناس كافة وبعثته إلى الناس كافة عندي سؤالين السؤال الأول أذكر الدليل على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقالين الإنس والجن والدليل على بعثه إلى الناس جميعا قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا والدليل على بعثه إلى الجن قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصطوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين هذا دليل عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أنها إلى الإنس والجن دليل إلى الناس ودليل إلى الجن الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الجن ويسترفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصطوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين السؤال الثاني ما الواجب على جميع الثقلين الإنس والجن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم اتباع دينه الإسلام فمن لم يتبعه فهو كافر تركوا ما سواه من الأديان الباطلة الباطلة أو المنسوخة طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى عنه هذا واجب الإنس والجن نحو النبي صلى الله عليه وسلم الختام لا تنسونا من الدعاء واللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأذكركم بأن القناة عليها كل المواد لم يكن متابعنا يتابعنا هناك معارضة حياتية درسة إسلامية لغة عربية علوم رياضيات وأترككم في رعاية الله وأتمنى لكم التوفيق والنجاح